يا صباح الخير ربنا يسعد ايامكم ويكبر بخاطركم يا رب العالمين ويحقق لكل واحد حلو ما بيتمنى يا رب يلا مع بعض نعمل الارنبيط المقلي بس بعجنة كده حلوة ولزيزة وتشجع اطفالنا بالذات اللي هم ما يأكلوا منا اول حاجة معنا جبت الارنبيط والطعناه كده عبارة عن ورد زي ما ماما بتقول لازم يتقطع كده ورد حلو ده شكله بعد ما اتحمر بس انا بصراحة قرصت عليه انا بحبه كده مقرص عليه وتقريبا كانت خنائة بينه وبين ماما طيب بعد ما سلقناه ونسيبه يبرط شوية لا ده هنا كنت بعمل اختبار للزيت سواء سخن ولا لا كنت بجرب بالعجنة وبعدين جهزنا العجنة بتاعتنا جبت حوالي كبات دقيق وعليها شوية مية عشان تبقى ساميكة وتبقاش سايحة قوي لا تبقى فيها سمك وحطت عليها ملح وفلفل وكمون وكمان بيضة وقلبتهم كويس قوي وجبت الارنبيط بتاعنا ونزلته في قلبها وبعدين حطيته على النار بعد ما سمك وهكذا بعدنا بقى نستمر فينا حركة احنا عملناها كده شفية عشان تبقى العجنة عليه كتير ويبقى متغلف كده ويشجع على الال طيب عملنا ايه حطيت وانا بقى ليه كل ما كل ما يتقل وياخد وش او مريحة حطة من العجنة تانية علي نفس العجنة وحطاها علي برضو طب ليه الحركة دي عشان يعمل كفر يبقى تقيل احلى كمان لما ملتقل من العجنة يعني حتى لو سمك العجنة تقيل لا كده احلى قضى الطبقة وبس عشان يبطلع حل وكده و وطعم جميل وظاهر وبصراحة ومفيد جدا وطبعا النبيط يعني لا يعل عليه كانوا زمان بيقولوا عليه اكل الاجانب انغني او اكل الناس الغنية ما تنسوهوش لانه حلو جدا ومفيد وكمان في ناس بعد ما بيتقلب الشكل دوت بيجيبوا صنية عادي ويحطوا فيها شوية طمط ميتين كده مضربين في الخلط ويسبقهم ويحطهم معا ويدخل يا جمالو الاكل كتير وافكار كتير وما فيش حاجة تقف على حاجة بس معينة لا ضبري نفسك وضبري بيتك وحنا في ايام صعبة ولازم نعدي اليوم ونشوف غيره ربنا يسعدكم ويسعد ايامكم يا رب ويحققلكم هتتمنوا يا رب العالمين استنوا دي بقى ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة وسريعة عارفة لو الوصفة دي كده سريعة كده يمكن تكون ما فيهاش حاجات كتير بس هتلاقوني هسيب لكم رابط فيديو تاني كنت منزله على الشورتس وهتشوف فيه بقيت الحاجات بس ويعني حاجات بسيطة وانتوا طبعا اتزاووا عارفيني الكلام ده كله بس احنا كنا بنشجع بعض يلا استنوني بقى ان شاء الله فيديو جديد ووصفة سريعة وما تنسو اشتركوا في القناة فعالوا زر الجرس كده وشجعوني كده ايوه ما ينفعش يلا ربنا يكبر بخطيرك يا رب وضبطو في رعاية الله وحافظه